بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الأطعمة قواعد عامة تتعلق بالأطعمة أولاً الأصل في الأطعمة كلها الحل ثانياً كل طاهر لا مضرة فيه فهو مباح ثالثاً كل ما في الأرض فهو حلال لنا أكلاً وشرباً ولبساً وانتفاعاً رابعاً الأصل في الأطعمة الحل للمؤمنين أما غيرهم فلا خامساً كل نجس حرام وليس كل حرام نجساً سادساً كل حيوانات البحر مباحة دون استثناء سابعاً كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام من آداب الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغناً عنه ربنا أخرجه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئاً أخرجه البخاري وما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه متفق عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها أخرجه مسلم وأمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة أخرجه مسلم وهي نوعان أي الأطعمة حيوان وغيره فأما غير الحيوان ألف من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه باء والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام أخرجه أبو داود وإن انقلبت الخمر خلاً حلت ثانياً والحيوان قسمان ألف بحري فيحل كل ما في البحر حياً وميتاً قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه إلا ما فيه سم أو كان مستخبثاً مستقذراً كالضفدع باء وأما البري فالأصل فيه الحل ومنها الأنعام والخيل والضب والحمار الوحشي والأرنب والضبع والضبي والنعامة والدجاجة والجراد إلا ما نص عليه الشارع فمنها أولاً ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكله حرام أخرجه مسلم ومن ذلك الفيل والكلب والخنزير والقرد والقط والدب ثانياً الذي يصيد بمخلبه كالصقر والحدأة والبومة ثالثاً ونهى عن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه رابعاً ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهدي والصرد رواه أحمد وأبو داود والقاعدة أن كلما أمر بقتله أو نهي عنه في نصوص الوحيين فهو محرم الأكل خامساً وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها وما يأكل الجيف كاللقلق والغراب سادساً ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا والجلالة هي التي أكثر أكلها النجاسة سابعاً وما تولد من مأكول وغيره فهو حرام كالبغل فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين